رجعينا لكم من جديد إخواني أخواتي كيف شاهدتو كانت هذه التعالية تخص التحق برأيم دياز ومواضيع دي المنتخب الوطني المغربي اللاعب للتحق بالصفوف المنتخب الوطني المغربي بشكل رسمي منذ أسبوع من بعد انتهاء إجراءات القانونية سواء تعلق الأمر بالمسائل الإدارية المتعلقة بالإدارات المغربية وأيضا مسائل الإدارية المتعلقة بالجهاز الوصي المكلف بتأهيل اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم فمن بعد هذا الأسبوع فاللعب التحقه وتم استقباله رسميا من طرف الناتق الرسمي لجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وأيضا مجموعة اللاعبين أخرين اللي كانوا يجعوا معه خصوصا اللاعب الخديم دي الفارق أليام مادريد أقل من 18 سنة أيضا اللاعب إلياس بن صغير وأيضا إلياس أخو ماش فأولو عندنا بزاف الإلياسات اليوم في متخب الواطع المغربي كانتمنى أنه يقدمتهم الإضافة مع إبراهيم دياز إن شاء الله اللي كانتمنى أنه يتأقلم مع الجو في داخل مستوى الملابس دي الفارق المتخب الواطع المغربي خصوصا في تواجد لعبين كتار كيتكلموا بإسبانيا فكنتظن أن الانتقرس من دي اللاعب ستكون سهلة بحول الله تعالى فكنتمنى أنه اليوم توفيق نتلقى إن شاء الله في فيديو قادم نتلقى إن شاء الله في حلقة قادمة بحول الله سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة